بدي بس أسأل الأخ سمير إسرائيل بتضرب بسوريا بدون موافقة الروس؟ أنا بتحدد حدي إنه في طيارة طلعت أو ضربة ضربة بمنطقة بسوريا إلا أخذت موافقة الروس هو عم يحكي على الروس إنه هنن طبعا الروس الأخير شي ما بيهمهم لا بشال أسد ولا بيهمهم العرب ولا بيهمهم هالقصة يعني هنه بالمحصل إلهم المصالحهم اللي هنه حاطين إيدهم عليها وهي خط أحمر ما حدا بيقدر يقرب عليها الفكرة الثانية اللي عم يحكيها هو أحيانا بتسمعي من عدوي الكلام وهو صادق بيكون الكلام وبتبطر يتأخذيه وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه حماس نحن نعلق حماس وحزب الله يعني هنه عم يقوموا بضربهم ولكن حتى هو زير الدفاع الإسرائيلي شو قال؟ قال حماس غير حزب الله يعني حزب الله وجماعة حزب الله وإيران مخترقين مخترقين من الإسرائيليين ما فينا ننكر هذا الشيء أما حماس لا أنا عتحدي معهم أن ليه ما لهم مخترقينهم وهنية صفوه عند الإيرانيين وحزب الله صفوه بإيران أما حماس مو غير اختلاق مع أن هي منطقة صغيرة وهنه جماعة كتير صغار ما قدروا يخترقوهن ما قدروا يعملوا عليهم مثل ما عملوا بإيران أو عملوا بكذا لشيء الثاني حلفاء لأميركان و حلفاء لأميركان ما هل يعني لا يليس الس السائل للإيرانيين؟ إذا كانți غير تحيد في حلف إيراني و أميركي منوا بإيران ميزة من أميركا ما هي الضرب أجلات الإيرانية مع할 إسرائيل والمجد بين أنريكم who shoot吗 إيرانا بتحكم بإسرائيل و تحكم بإيران ما هل يعني ٍتبار مكتة تفهم الداياسة لم يتحدث أن Thomas Pham ومشروع الإيراني. مشروع الإيراني ماذا؟ أمريكا عم تساعدهم فيه لأنها سلمتهم العراق وكلنا نعلم هذا الحكي نعم هذا السؤال سيد سامير رح يجاوبك عليه بفكرته. تفضل فهذه الفكرة بتهمني كثير من نقطة. الشغلة الثانية متمام لك هو أنهم متحكمين بالعالم لا هنم متحكمين بموضوع المادي مثل بنك المركزي، بنك الدولي عفوا بنك الدولي هنم متحكمين فيه اليهود وإلى آخره بس. هنم بالمحصلة النهائية اللي ساوتوا إيران إيران احتلت العراق واحتلت سوريا واحتلت لبنان واحتلت اليمن. هنم بالخمسين ستين سنة اللي قاعدين فيها بفلسطين لقوا حالاً ما لهم قدرانين يعملوا شي لذلك فاتوا على الغزة بدون فوتوا على لبنان مو قدرانين كيف يفوتوا يحتلوا دول ويكبروا نفوزهم. وهنم صالوا ستين سنة قاعدين بمنطقة يعني صغيرة جداً المنطقة بالنسبة للإيران شو احتلت وشو اتحكمت بدول مقارنة المشروع الإيراني اللي عم يحكي عليه هو يعني سيدة سيدة أبو حمزة تقصد أن إيران استطاعتها أعلى من استطاعة إسرائيل وتمكنت من يعني التغلغل في هذه الدول ليس فقط احتلالها. صح صح هذا الكلام اللي بقصده أنا هذا الكلام اللي بقصده وإسرائيل هي اللي عاملة دولة إنه هي دولة عزمة وهي دولة كبيرة وإلى نفوزها وتحكمة بالعالم ما قدرت تعمل شي بالستين سنة سنة أو أكثر من ستين سنة ستين سنة ستين سنة سيد سمير طرح موضوع هو أن إسرائيل هي التي قامت باغتيال رئيسي هذا الشي صار. قلت لك أنا حكيت لك أنه هن الإيرانيين مخترقين ودائما في عندهم اغتيالات لعلماء. كيف سيد سيد أبو حمزة عندما تكون هذا الكيان يكون قادر لدرجة أنه يحتل عدة عواصم عربية ويتغلغل فيها وأيضا بحسب رواية معينة يفرض شريعته على مواطني هذه المناطق فكيف يتم اختراقه من الطرف الآخر الذي يعتبر كما تحدثنا الآن هو أقل استطاعة منه. هو عنده النفوز والمادة وفي ناس بيدر يشتريها لأنه المادة قوية عندهم. المادة هن عندهم يعني بالنسبة لدولة صغيرة مثل إسرائيل فيها مصاري واللي دعمهم من برى الغرب في سيولة بقدروا يشتروا أشخاص كثير بس ما قدروا هالنفوز المادي ما قدروا يدخل لحماس لأنه حماس أشخاص عندهم عقيدة سابتة والجماعة التي تشتغل معهم طبعا ما في مية بالمية مية بالمية ما في اختراق فيه لابد من أنه يصير اختراف ولكن اختراق بسيط ولا يتعدى القاضي أو يتعدى يتعدى حدود بما تعدى بي يعني فرجوكي تشوفي بصراحة لبنان هذا اختراق واضح من سنوات وانه شلون البيجر وشلون الأمول كلها مختلقة وعندهم معلومات كاملة شو ما يستوردون شو عندهم أسلحة وشو إلى آخر يعني عندهم معلومات ممكن أكثر من حسن نصر الله بذاته صراحيا ما نضحك على بعضنا اتبوه امراضنا وهذا الى ق HIJ là اليوم يلمون و�이크 نحن انا مدفعا عن اسرائيل انا ضافع عنا بش espero نحن 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 N coordinated spd عن ان كان هذا عدوك بدأت صديقك اليوم تغيرت الأمور استطاعت أن تحتل فلسطين والجولان ومناطق معينة ولكن إيران كما تحدثنا على أنها هي أقوى واحتلالها لم يكن فقط احتلال وإنما حتى أنها قامت بفرض شريعاتها طبعا لرواية معينة فهذا بسبب عقيدة قد تكون أقوى من المادة الإسرائيلية شكرا